بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم معكم إبراهيم محمود مرسي على خلاف الفيديوهات اللي بنقدمها في القناة كلها أغلبها عن حل المشكلات في التطبيقات المختلفة والبرامج والبرمجة ولغات البرمجة والكلام ده ولكن الفيديو الحالي هيكون مختلف تماما وهو بعنوان محاولة خداع أنا حصل لي آآ يعني خدعتوا اتنين شباب كده خداعوني وسببوا لي آآ ضرر وآزا وآآ حبيت ان انا اعرض التجربة دي عشان كلنا ننتبه لها وآآ يعني محدش يغلط الغلطة اللي انا غلطتها دي او محدش يقع في نفس الفخ الموضوع باختصار ان انا كنت ماشي في الشارع كده وبعدين لقيت اتنين شباب معاهم عبوات شامبو عبوات كبيرة عبوات عائلية مختلفة مختلفة الانواع مغلفة تغليف راقي كده وجميل ماشي آآ عبوة شامبو يعني الوحدة منهم العبوة كده يعني تتخطى المت جنيه يعني ممكن مسلا تعملها مية وعشرين مية وثلاثين مية واربعين جنيه ماشي 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 كل اربع عبوات مع بعض حجم عائل كبير كده الاربعة مع بعض بخمسين جنيه تخيل ان الواحدة منهم بس المفروض في محل المنظفات او السوبر ماركت او الهايبر ماركت او الصيدلية حتى بفوق المية جنيه فدول الاربعة بخمسين جنيه مع بعض فانا سألته ليه يعني الاسعار خيصة هي المدة الصلاحية بتاعتها منتهية يعني قال لي لا ده احنا تابع شركة واحنا خرجين آآ شباب خرجين والشركات دي بتدعمنا فبيتدولنا بسعر آآ رمزي بسعر بسيط خالص عشان احنا نشتغل وعشان الكلام ده واحنا بنكسب في البيعة كلها كده عشرة جنيه بيدوها لنا باربعين واحنا بنبيعها بخمسين فانا كده بكسب فيها عشرة جنيه فطبعا انا اشتريت منه اتنين ماشي الاربع عبوات مع بعض مغلفين بطريقة جميلة خلاص ها ببلاستيك كده فاخر المهم رحت البيت وفتحت العبوة وبدأت ان انا اغسل آآ بالشامبو ده الرائع ده الجميل ده حطيته على شعري طبعا فعلا رحته نفس ريحة هيدان شولدرز والقوام بتاعه قوام سليم وبالعكس اكتر من السليم كمان مش سائل لا ده يعني معقول وبعد كده آآ غسلت به وبعدين اكتشفت ان يعني فيه بعض التهيج في البشرة وكلام من ده يعني الموضوع شكله فيه خداء فبحكي لصديقي فقال لي انت وقعت في المشكلة دي ايه المشكلة قال لي يعني الاولاد دول او الشباب دولت خدعوك لانهم بيروحوا تعالى كده معايا وعرض لي كان مصورهم وهم بيعملوا ايه شوف الخدعة عاملت ازاي بيروحوا للناس اللي بتلم الزبالة ماشي في المدن والزبالة دي بيتم فرزها البلاستيكات لوحدها والورق الواحدة ومش عارفها البلاستيكات دي بياخدوا منها العبوات اللي حضرتك استخدمتها ورميتها في الزبالة طاعت هيدان شولدرز وبانتين وبيرت بلاس وسان سيلك والكلام ده كل بياخدوا العبوات دي ويصنافوا العبوات دي يفرزوها ماشي وبعد ما يفرزوها يروح الشباب دول يشتروا العبوات الفارغة دي ويروح يشتري عبوات هيدان شولدرز ويحطها على برميل مية كبير ويحط عليه صودة كاوية وبوتاسيوم اسمه ايه وبوتاس واشياء مواد كيميائية يعني خطيرة على جسم الانسان وعلى صحة الانسان وعلى بشرة الانسان ولكنها ولكنها هتعمل ليه الخليط اللي هو عمله ده قوام يشبه القوام بتاع الشامبو العادي وفي نفس الوقت معنا نفس الريحة لاننا حطينا عليه نفس العبوة بتاعت هيدان شولدرز على البرميل ده كله ويبدأ يعبي العبوات ويعبي بنتين برميل ويعبي مش عارف ايه ويعمل الكلام ده كله ماشي ويروح يبيعه للناس وتشتري منه المشكلة كمان يعني وانا بشتري اللي اشتري منه كمان يعني اه بنت عروسة بنت مخطوبة المفروض ان هي يعني فرحها بعد اه شهر شهرين فاشترت منه مش اه مجموعة واحدة لا اشترت اتنين وتلاتة واربعة بحيث انها بتجهز للفرح بتاعها بالمنظفات المختلفة ماشي فانا يعني بصراحة الموضوع ده اثر في نفسيتي كثيرا مش اه علشان بس الفلوس اللي انا خسرتها وهي فلوس بسيطة مش كتيرة ولكن اه بسبب الضرر انت مديني صودة كاوية مديني بوطاس مديني بلاوي مواد كيميائية خطيرة حطها على جسمي وعلى بشريتي وعلى شعري ماشي وابتخدعني الخدعة الكبيرة دي ليه ماشي فيعني انا انصح اولا ان انت ما تشتريش هتقول لي انا ما بشتريش من الشارع من السوق ما بشتريش غير من الاماكن المعتبرة الفاخرة ماشي يا سيدي انت كده صح وكله مية مية ولكن ولكن انت عليك دور ايضا بعد ما تشتري العبوة وتروح تغسل بيها وتخلصها ما ترميهاش سليمة في الزبالة امسك السكينة كده ويعني هاتها من فوق لتحت المهم ما ترميش العبوة سليمة عشان ما حدش يستفد منها تاني ما يروحش واحد يعبيها تاني مادة كيميائية خطيرة ويبيعها الواحد تاني ها يعني اه طيب او غلبان او مثلا نقول ان هو يعني نيته صافية وما يعرفش اساليب الخدعة دي نفس الفكرة دي انا شفتها على النت في فيديو ولكن في الكمامات انتبه لخطورة الامر احنا دلوقتي بنلبس الكمامة ونمشي بيها اليوم ده وبعدين اخر النهار بنخلعها ونرميها في الزبالة او كده تخلص منها تخيل ان انا شفت والله على في فيديو من الفيديوهات الناس اللي هما بيلموا الزبالة دولت ماشي واخدين الكمامات وست كبيرة كده قعدة قدامها طشت كبير بتغسل في الكمامات القديمة ماشي البيضة اللي ترمت في الزبالة اللي هي قد تكون يعني الكمامة دي على واحد مصاب اصلا تغسلها كده بالصابون في في الطشت وواحد وراها بالمكوى وبيكوي بعد ما ينشرها شوية صغيرين والتالت وراه آآ ماسك اكياس كده يحط المكوى في البتاع الكمامة في الكيس ويدغط عليها بالمكناة بتاعت التغليف ويحطها في الكرتونة والاولاد الصغيرين ياخدوا الكمامات دي ويروحوا يبعوها فين قدام المصالح الحكومية لان انت وانت رايح اي مصلح حكومية داخل فهيقول لك لو سمحت مش هتدخل غير بالكمامة فين اقرب مكان ايه الولد ده بيبيع كمامات في الشرعة هوت ماشي تبص تلاقي آآ تشتري منه الكمامة دي مستعملة انتبه المستعملة وقد تكون على انسان يعني مصاب وانت بتشتريها على انها سليمة فدي من ضمن عمليات الخداع التي يجب آآ الاحتراز منها بشدة بشدة دي كانت التجربة الاليمة اللي انا مرت بيها في آآ الفترة اللي فاتت دي آآ وحبت اشارككم خبرتي البسيطة ديات اللي انا تعلمت منها وآآ يعني آآ عشان لا تقع في نفس المشكلة شكرا للمشاهدة الطيبة وعزرا على الاطالة كنت معكم ابراهيم محمود مرسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته